ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سننظر إلى الكثير من أفضل الممارسات لأمور العملية حتى نخفف من آثار هذا العنف وكذلك نخفف من آثار العنف على هؤلاء الأشخاص الساكن في معطق النزاع إن كل الساكنين في معطق في مثل سوريا وكلومبيا جنوبية وجنوب السودان وغير ذلك سيستفيدون من هذه وكذلك قمنا بتعم المجتمعات هناك حتى نخفف من تلك الآثار ستتعامل مع بين الصحة والحماية وفرقها وما قمنا به حتى نخفف ونمنع مثل هذه الآثار هذه الهجمات على الرعاية الصحية أنا سعيدة لأن أقدم لكم المتحدثة له وهي سميرتك من لجنة الإنقاذ الدولية في كامل سوريا وهي منسقة مشاركة وستحدث عن حماية المدنيين وكذلك منشآت صحية في مناطق النزاع من ناحية أن تقوى التعريف وكذلك أثر الهجمات على الرعاية الصحية لا تفضلي سميرا الكلمة لك شكرا لك كثيرا جين وأهلا بجميع فكما نعرض جميعنا حماية المدنيين والرعاية الصحية في مناطق النزاع هي أمر مهما للغاية وخاصة له علاقة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيفا أيضا والبروتوكولات الإضافية وهي تعطي حماية واضحة لتوهم العامة في الأمور الصحية ومنشآتهم أيضا وخاصة في أوقات النزاع هذا الحماية أيضا فيه مبدأ التعيز ويستطلب لأطراف النزاع من أن تميز ما بين المدنيين والمحاربين وكذلك أغراض العسكرية مقارنة بالأهداف المدنية حتى أن المحاربين الذين لا يدخلون في أدعهم أي محميين ضمن هذا القانون الدولي إن القانون الدولي الإنساني فأي هجوم يكون متعمد على منشآت الصحية أو لا يأخذ أي تدابير جيدة حتى يمنع تهديم وتحطيم مثل هذه الموجات الصحية وأن لا يأخذ مبدأ التمييز والتناسب سيكون أيضا مساءلا إن حماية المدنيين هي أيضا مهمة ضمنها القانون الإنساني الدولي وعلى الدول الأعاف والدول الموجودة في تلك المناطق الجغرافية التي يوجد فيها المدنيين يجب أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار وهذا يضمن أيضا الفعالي غير أوليين الذين يتحكمون بتلك المناطق إنها مسؤولية على كل من يتحكم بتلك ليس فقط الحكومة والتي يوجد فيها المدنيين كما يوجد لدينا بالإضافة إلى ذلك قرار الجمعية الأمم المتحدة الرقم 2286 والذي تم اعتماده في 2016 والتي يدين بقواء الهجمات ضد تواقم العمل الأربية ومنشآتهم وكذلك المرضى خلال النزاعات المسلحة وتركيز هنا يقوم بأنه يجب أن نحترم كلهم كما أنها تحث كل الدول والأطراف النزاع لأن تطور تدابير فعالة لحماية ومعارضة في تلك الهجمات وكما ذكرت جين وكما رأينا من سوء الحظ بأن أطر القانونية هذه والأعراف الدولية لا تتواهش مع الواقع فلقد رأينا زيادة الهجمات على البنية التحتية المدنية والمدنيين ورأينا ذلك حديثا في شهر الماضي مثلا رأينا المشافي تم الهجم عليه وسهدافها والمدارس أيضا وكذلك البنية التحتية المدنية وهذا أدى إلى عدد كبير من المدنيين الذين قدوا حيثهم نحن في هذه السنة رأينا إلى الآن الدول الأطراف النزاع بلغت عن أكثر من 1500 هجمة على الرعاية الصحية وقتلت أكثر من 300 معامل في الرعاية الصحية ومتأكد بأن هذا الأرقام تزداد الآن حتى إذن بشكل عام هذه الهجمات تتضمن العنف المباشر مثل مثلا القصف والغارات الجوية وكذلك منع وصول الموارد الطبية كذلك أمور غير عنيفة مثلا مثل التهديد والتخويف الاحتجاز للعاملين في الرعاية الصحية وتدخل برعاية الصحية كما أيضا رأينا بأن الكثير من المنشآت الصحية مثل سيارات الإسعاف وغيرها والتي إذن يتم الهجوم عليه وسهدافها كثيرا وهذا أيضا ضد القانون الدولي الإنساني إن منظمة الصحة العالمية تحدد التعرف على الفرن الهجمة بأنها مع أي هجوم سواء كان في بتني أو شفحي والذي يعيق أو يحدد أو لأن يتدخل مع توفر وإيصال خدمات الرعاية الصحية خلال الطوارئ وكذلك يؤثر على حصول المرضى على الرعاية الصحية وذلك يمنع إذن الوصول إلى هذه الرعاية الصحية كما قلت إذن بعض الآثار التي تتعلق برعاية الصحية لها مثل الآثار التي من ضمنها آثار شخصية على العامل الرعاية الصحية مثل الأزم أو التوتر العاطفي والنفسي وهذا ينتقل إلى المرضى مثلا إذا مادر المريض أو مثلا ضرر كثيرا وما به وهذا يؤثر كثيرا على الأنظمة الصحية حيث تتأثر فيها الماليين لأنه لا يتمكن من الوصول على الرعاية الصحية أو تكون رعاية صحية لا تعمل بشكل وظيف جيد فيما تقلت فيها بسوريا يوجد الكثير من الهجمات على خدمات الصحة الرعاية الصحية لعدد سنوات في بعض المناطق رأينا بأن قد أضعفت كثيرا خدمة نظام الرعاية الصحية في بعض المناطق من سوريا وكثم الأطباء قد فروا وهذا يعني بأن النظام لا يتأقلم بشكل جيد رأينا الكثير من منشآت الرعاية الصحية قد تم بنائها أو نقلها إلى منطق جغرافية أخرى بعيدة تماما عن النزاء أو الخطوط الأمامية وهذا يحصل في أعاد طويلة الأمد وهذا يعني بأنه لا يوجد قدرة للوصول لهذه المناطق للمشتمعات التي تعيش في مناطق النزاء وقد رأينا كذلك كثيرا في سوريا وأن شرط وأن جمعية قد نشرت تقريرا حديثا عن شمال سوريا حيث أن النساء الحوامل مثلا هم يتقلون مسافة طويلة حتى يحصلنا على الرعاية الصحية وفي بعض الحالات فإن الأشخاص ستجنبون ذهاب إلى منطق مشافة الرعاية الصحية لأنهم يسمعون بأن تلك المنشآت هي حدفا لأن تمثلها فهم منوا تكرارا أمثلا مثلا فإن التقرير وأحد نتائجه يوجدوا فيه بأنهم تفضل أن يكون هناك الولادة القيصرية بذل الولادة الطبيعية لأنهم لا يريدون أن يقضل كثير من الوقت في المشفى بشكل عام هناك تقرير عن كيف يمكن أن تأقلموا وخاصة أولئك الذين بحاجة لرعاية وخاصة المرض الذين يحتاجون لرعاية مرامة مثلا عندهم أمراض مزمنة مثلا السرطانات وربما لغسيل الكلة أو ما شابه ورأينا بأنهم يتجنبون هذه الزيارات مما يؤثر كثيرا على صحبهم في كل من الحالات ويزيد عدد الموت من هذه الأمراض التي يمكن تجنبها بكل سهولة عادة إذن لقد ناقشنا ورأينا أنه تجد أطر قانونية والتي معظم الحالات لا يتم رامها وهي تؤثر على الرعاية الصحية وبذلك اليوم نحن هنا لنرى ما هي الممارسات التي يقوم بها اللاعبين أو العاملين في الرعاية الصحية والتي تؤدي لأن يكون عرضون لأي أدى كيف يمكن أن نحسن نتائج الصحية وكذلك نتائج الحماية وخاصة الحالات التي يؤثر العنفها على الرعاية الصحية بأثر المواطنين في تلك المناطق فكما نعرف إن الحماية هي أساسية للاستجابة الصحية ذات الجودة وكذلك هذا يسهل أن يكون هناك تحقيقا لنتائج الحماية إذن فقط سأعطيكم بعض الأمثلة على المستوى العملياتي وأنخلاتنا بها وبعد ذلك الجلسة التالية سننظر إلى أمثلة أخرى إن رفع الوعي والمناطرة هي مهمة للغاية ونقوم بها في الكثير من المناطق وخاصة من العاملين في مجال الحماية والرعاية والمناطرة وهي مهمة حتى نحمي المنشطة الصحية من خلال أي مناطق النزاع ونقوم بذلك على المسؤول الوطني والمحلي كان المناطرة يمكن أن تقوم بالضغط على أطراف النزاع ولأنهم يجب أن نذكر بأنه لديهم التزاعات قانونية لحماية البنى التحتية المدنية ومتأمنيين وإلا سيكون مسائلين بعدها بالإضافة إلى ذلك تأسيس أو تعزيز الآليات المتواردة مثلاً توثيق الهجمات على مناشئ منشآت الرعاية الصحية إذن رفع القرير هو مهم للغاية ونحن نستخدمها حتى نطور استجابة دولية قانونية لحماية الرعاية الصحية وهي تدعم جهود لحماية الرعاية الصحية التي نقوم بها وخاصة أيام المناصرة مثلاً فإن منظمة الصحة العالمية عندها مراقبة لجمات على الرعاية الصحية أثناء النظام خاصة بذلك وهذا يمكن أن يكون مفيداً بشكل أساسي في التدريب بشأن القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الصحية وهذا يمكن أن يساعدنا في أن لا يكون خلقات بغلاء تخفيف العنف وأيضاً المفاوضات الإنسانية مهمة للغاية والآن أثبتنا بأنها فعالة وهذا طبعاً له علاقة بالسياق التي نعمل ضمنه ولكن الإنخراط في المفاوضات مع أطراف النزاء وبذلك نحصل على التزام كل الطرفين مثلاً بحماية المنشآت الصحية وتواقم الصحية والتواقم الإنسانية أن تصل إلى تلك المناطق لذلك يسميهم فقط الرعاية الصحية وإنما المدارس أيضاً نحميها وكذلك المنشآت البنية التحتية المشابهة لهذا النوع وكذلك تنطبق على قطاعات أخرى أيضاً إن الاستجابات المباشرة والفورية مهمة تماماً وخاصة مداخل للاستجابة الطوارئ من قبل الفاعلين في الحماية والرعاية الصحية وبذلك يمكن أن نخفف التنائج عن مصلح إلى آثار السلبية وهذا مثلاً يكون عندنا مداخلات مبنية على الدفع النقود حتى نخفف كلفة التنقل الفيّة وكذلك توفير توفير المعلومات للخدمات البديلة إذن هذه بعض الأمثلة التي رأيناها هنا في سياقات مختلفة وعمليات تلفح العالم نحن نتحدث عن سياقات مختلفة تماماً طبعاً يعتمد ذلك على من هو مسؤول عن منتقم عين هل هي الحكومة أم هم فاعلين غير حكوميين إذن القدرة مثلاً بالنسبة للقدرة والنفاذ وما شابه فكما ذكرت في العرض التالي سنرى بعض مراكز الحماية والمداخلات التي تنبيها وبعض الممارسات في اليمن وجنوب السودان وكلومبيا أيضاً عفواً نأمل بأن هذه الأمثلة ستعطي الفاعلين في الحماية والرعاية الصحية بعض بعض الأدوات المفيدة والأفكار المفيدة حتى يتمكنوا من إنتاج الآثار المهمة للفاعلين بحيث يمكن أن نخفف هذه الآثار السلامة لأنواطنين والآن أعيد الكلمة لجين وأشكرك مرة أخرى لوقتك تفضلي شكراً لساميرا لأنك وصفت المشهد أمامنا وعطيتنا الكثير من الأمثلة والأفكار التي تجري في سوريا وكيف أن الحماية والرعاية الصحية والعملين بها يمكن أن يعملون سوياً حتى نعالج هذه القضايا أنا سعيدة بأن أعرض عليكم المتحدثين الست الآخرين الذين سيعرضون منذ وعندنا كش معنا شيمل من جنوب السودان وعندنا جيس من ينيدو كما لدينا من كومبيا الدكتور حزي ومن اليمن عندنا الدكتور أوسان سنبدأ الآن بفريق جنوب السودان الدكتور جينز وشيهو حل يمكن أن تساعدنا في أن نفهم ما هو سياق جنوب السودان ما الذي تعلمتم من الاستجابة هناك شكرا لك كثيرا جين وسلام من جنوب السودان المتحدث ستحدثت عن أمور الحماية ورعاية صعبة أن يعمل القطاعين سوية وكيف أن نعمل سوية لحجزة الحماية اليوم أنا ستحدث مع زميل آخر جين فسيهول هذان يمثلان يمثلون المنظرات غير الحكومية الوطنية والدولية وأن نمثل المجموعة الحماية هذه وسنتحدث كيف يمكن أن نقوم بالحماية لهذه القطاعات الصحية سأعطيكم خليها أولا إن جنوب السودان تواجه كارثة متفاقمة إنسانية الكثير من الفاعلين هم مسؤولين عن النزاعات الحالية مثلا سواء كان هناك عنف نظوني وعدم عدام الأمن الغذائي وكذلك الكارثة المناخ وكذلك وجد الكثير من تفشي الجائحات إننا إذن الأمر معاقد ويوجد أمامنا الكثير من المشاكل التي واجهها حاليا نستهدف حوالي 76% من الأشخاص الذين هم بحاجة ويكون مجموعهم 9.4 مليون شخصا وكان استجابتنا في 2023 كان هدفنا بأن نصفهم نتمكن من أن نساعدهم أما الشريحة التالية الآن بالنسبة للصحة ما الذي نقوم به نحاول أن نضيخ خدرة أساسية للصحة وأن نحاول أن نعاكل عندما يكون هناك تفشي للأوبئة وكذلك نحن متصلين بمجموعات أو قطاعات أخرى وهي مهمة تماما فمثلا أحد بها نحاول أن ترى من هم الذين نجوا مثلا من الأمراض المختلفة ونستخدم أن الصحي لتقديم الخدمات الصحية وكذلك عندنا عيادات متنقلة وبالإضافة إلى الخدمات الصحية الثابتة الريحة اليمين فضلك إذن بعد هذه الخلفية أريد أن أريكم كيف نعمل سيئتها وأشارككم بعض الخبرة العملية التي أمامنا وبعد ذلك جيمز يمكن أن يتحدث شكرا شكرا وشكرا سميرة لإعطائك خلفية عن الوضع عن الهجمات ضد الرعاية الصحية لم أكن أعرف بأن مقدمي الرعاية الصحية يمكن أن يموتوا لأنهم يتعرضون للهجمات بسبب الخدمات التي قدمونا إن ذلك سيء تماما أريد أن أقول بأنه كان هناك كثير البحوث وقريبا كان هناك حماية مخططة لحماية الصحة لأنه كان هناك 24 حالة من العنف ضد الرعاية الصحية في جنوب السودان إلى الآن هذه السنة كما نرى أنه من كل سبع حالات من حالات الهجوم ضد موظفي الرعاية الصحية واحد من تأتي من جنوب السودان وهذا يريكم كيف أنه يزعى في جنوب السودان وما حالته وقريبا كان عندنا حيث أن عشر عاملين في مجال الرعاية الصحية قد تم قتلهم وعشرين منهم قد تم خطفهم وهذا له أثرا كبيرا ليس فقط على مزودين خدمة الرعاية الصحية إنما الخدمات والمستفيدين من تلك الخدمات أيضا لذلك عندما نتحدث عن الأواق حيث نتحدث عن بعض الحوادث نتحدث عن عامل الرعاية الصحية الذي تم ديه بشكل كبير وفي نفس السنة كان هناك حادثة حيث أن تم قتل أحد من الرعاية الصحية ومشابها لذلك كان هناك عدد من الأطباء الذي اقتمقت له في جنوب السودان هناك لدي من الحالات من الهجمات على أفراد وأيضا على المنشآت كما يوجد لدينا أيضا التعقيم حيث أن المنشآت حيث متعقيمها كما كان هناك هجمات على المجتمعات التي نقوم بخدمتها الشريحة التالية الآن إذن عندما ننظر الهجمات على الرعاية الصحية فنتحدث ما هي العواقب المباشرة على الخدمات الصحية وكذلك على المجتمع وكذلك الاستجابة المباشرة أحد العواقب على مثل تلك الهجات هي ما يتعلق بالأعمال الإنسانية عندما يتم الهجمات على الرعاية فهي يعني بأن الوصول إليها تبقى مشكلة كبيرة وهذا يرتبط إلى تعليق أو إغلاق المنشآت الصحية وهذا سيؤثر كثيرا على الأعمال الإنسانية في تلك المنطقة وكما أننا رأينا حالات حيث أن مثل تلك الهجمات تؤثر على المنشآت الصحية حيث أن تلك المنشآت تبقى الخدمة فيها أصلا كانت محدودة وبذلك يتم تخريبها تماما كما رأينا بأن الكثير من تواقم العمل يتم أذيتهم إما نفسيا أو جسديا وإنما يتم أذيتهم شخصيا عليهم أو بدنيا عليهم أن يخرجوا من تلك المنشآت وهذا يؤثر كثيرا على توفير الخدمات لأن مدد الخدمات يجب أن يكون هناك حتى يزودها ولكن إن تضرر عليه أن يترك كما رأينا الكثير من تواقم العمل الذين تم الهجم عليهم بشكل باشار حيث أنهم يتأثرون مثل التعذيب النفسي وهم يحتاجون إلى دعمة كبير وأيضا عندما يقوم بذلك علينا أن نخرجهم أيضا من ميدان العمل وبذلك نفقد قدمتهم يؤدي إلى فقدان كبير ونقص كبير في استهلاك الخدمات الصحية فكما نعرف أن جنوب السودان عندها نسبة مرتفعة من الوفيات عند الولادة للأمهات وأمور الأساسية هنا للخدمات هي أن جنوب السودان فيه أدنى من العمل في الخدمات الصحية ولذلك كان هناك قدرة أصعب للنساء للوصول إلى هذه الخدمات الصحية فهذا سيزيد عدد الولادات في المنازل وهذا يدي إرتفاع عالي من وفاة الأم عند الولادة كما يوجد لدينا الكثير من الحالات عندما يكون هناك إنقاف في سلسلة الإمدادات خاصة لإمدادات الموارد الطبية المهمة للغاية وهذا أيضا يكون يؤثر على استجابة الطبية في جنوب السودان والآن الشريحة التالية عند منظر ما هي من توصياتنا هناك ثلاثة محاور أولا كمنظمة نفذنا شركاء جنوب السودان ننظر نحتاج إلى تحسين البنى التحتية وأيضا نقاط الخدمات ثلاثين هنا من السياج ثلاثين بعد ثلاثين ويكون هناك أمن أكثر إما إذا كان بعض الأمور سيقات تأتي وأن يكون هناك أنزار مبكر آلية يكون موجودة وأيضا على صعيد الوكالة وإذا حصلت بالمعلومات الصحية قد نأخذ نحن صرفات جيدة بهذا أو تدخل جيد يكون ممكنا وأيضا هناك تحسين المرجعية المعلومات هناك يكون آلية للمرضى وأقاربهم ونريد أن نحصل معلومات صحيحة والمزودي الخنمات وأن إذا كان هناك مشائل نحن نريد معالجاتها يجب معالجاتها بشكل سريع وأيضا وجود استخدام المراقبة والمراقبة هذا النظام قد يتم مهجمته أو شاء الله قد يكون هناك وضع تقرير حول هذه آلية المراقبة نحن مراقبتها من الحجوم نسو's المانحين يجب أن يعطوا تمويل جيد وأيضاً يكن يتعرفوا يعرفوا الخدمات البيئة اللي نحتاج إليها وأن يكونوا في الأمور الترويجية الكثير من الهجمات هي غير لا يمكن إرسال تقارير عنها من جنوب السودان نقول هناك هجمات كبيرة في جنوب السودان ونحن نريد كيف من الترويج وبالنسبة على صعيد الحكومة نحن ندعو هذا الترويج في هذا إطار القانون يجب أن نضعه لحماية موظفية الرعاية الصحية وأن يكون لحماية النظام نفسه لأن موظفية الرعاية الصحية يجب أن يدعمه الصحي يجب أن يوفره الرعاية الصحية وإذا ما كان أي مريض قد توفيه وإذا ما طبعاً عدا أي مريض يجب أن نستهدف نحن الموظفين الرعاية الصحية وبالنسبة لأصحة ومنسبة للاستشارات مسؤولية وأيضاً يكونك مسائلة الناس يجب أن يكون مسائلين لأعمالهم ويجب أن نعملها بطريقة مناسبة وصحيحة وهذه الممارسة وهذا من منبر الإنساني في جنوب السودان أتحدث إليكم أعطوا هذه السلام لزميلي جيمس ليأخذ هذه القشة عني في الزملاء لكي يسلط الضوء عليها تفضل جيمس الكلمة لك شكراً جزيلاً شهود وشكراً لزملائي في العالم اسمي جيمس كار الرئيس في جنوب السودان أرى إيفا أيضاً سعيد أنا أراها هنا عن مد وهذه الفرصة مع زملائي أيضاً وأيضاً لمنظمي الاجتماع اليوم والجلائي الذي ينقدموا وأيضاً سأقول بعض التوصيات التي تم توصيتها بعض الدروس التي درسناها وتعلمناها في هذه العملية جنوب السودان كلنا هنا في هذا المنبر الكبير نقدم أيضاً لدواء في هذا الأمر المعقد بعض الدروس التي تعلمناها في هذا العنف والصراء الحكومات في جنوب السودان هي القيادة وهذا مهم جداً والملكية مهما هذا سعب بالنسبة للمزابح وأخطط الموظفين الحكومة يجب أن تأخذ القيادة وهذا أمر عملي وقد رأينا هذا ثانياً أيضاً الدرس الذي تعلمناه كان هناك الكثير هناك الكثير من الشركاء من المنظامات من الصليب الأحمر والأممية والأممية المنظامات الإنسانية تعمل سوياً ويتغلبون على التحديد ثالثاً الدرس الذي تعلمناه أيضاً والخراط والمشاركة هي بالنسبة للتواصل جنوب السودان هناك الكثير بعض الشركاء نحن أدرسنا نحن أتينا اليوم من ذي المجموعة ونحن العائلة الأممية التواصل من التواصل مهمة جداً هي من الأولويات والناس يعترفون بذلك رابعاً هو المشاركة على صعيد الدول والمحلي والممارسات الموجودة وهذا شيء يعود إلى المجموعة وتعمل بشكل وثيق مع الشركاء وهم يعملون على المشتعات وريد أن أذكر أيضاً بالنسبة يتم توفيره دم الأمن ندعو الأمم المتحدة والوكلاتها نردو نحو الأمن الخدمات أن لا تتوقف وسنستمر في توفير الخدمات مع المجموعة وسنتم المشاورة معكم هذه الأمور التي تعلمناها وهناك الكثير من الأمور التي تعلمناها أيضاً وأعطي الآن المنصق المجموعة شكراً جزيلاً دكتور مكيش من جنوب السودان على هذه التي قدمتها والآن ننتقل إلى أمريكا اللاتينية دكتور دكتور خسي من آآ الصليب الأحمر كولومبيا هل تتششح لنا هل تششح لنا كيف الصليب الأخمر ينفس مساعدة مجاوة والحماية لتخفيف العنف على الرعاية الصحية شكراً شكراً جزيلاً سأعمل بوسف عشر دقائق مساء الخير صباح الخير كلكم في جميع الحال العالم أنا سعيد وأتشرف أن أكون معكم من قبلكم لأقدم أمراتي الشريحة التالية لو سمحتم كولومبيا هي دولة نوع لسالة ثانية متنوعة في العالم وأيضاً في المساواة هي الدولة هناك نقاط وبقع مع تحت هذه بعض المجموعات المسلحة في الدولة هذا يؤدي إلى كارثة إنسانية وبنسبة لهذا هناك عشرة ملايين من الناس الذين بحاجة في كولومبيا كولومبيا هي الدولة الثانية في منسبة للضحايا 2020 وهي الرابع دولة من دول الكردين داخلياً بالنسبة للعنف هذا يحمل أيضاً للدولة في كولومبيا هناك أمر متقد وهي دولة فيها قدمات صحية متقدمة منسبة للوضع الخريحة التالية نريد الرسم المتحر يكون نيض هي طبعاً الرئاس صحية دائماً كانت مستهدفة في صراع معقد وهي بعض الأطراف الحكومية وحكومية إيكلين وهناك أيضاً الجريمة المنظمة الموجودة هناك وهناك هذه المجموعات التي تضرب الخدمات الصحية بشكل دائم وبشكل وحشي هذا يجب نحن أن نقدم تقرير عنه والرعاية الصحية وال2018 2020 هناك الكثير من الهجمات وأيضاً هناك العملية انتحار لقد تم وضع تقرير عنها من 1 1 ل الوسعى نحن نتجه إلى وضع صعب جداً وأيضاً الصليب الأحمر للمظيفين في المناطق المتعرضة للعنف كل هذا الأنظمة التي تضع التقارير يجب أن يكون هناك أمر بشكل دقيق وخاصة في الأمور المستعصية والشديدة وهناك بعد الاستجاب لدينا هجوم جسدي وخاصة تتعرض فيها الرعاية الصحية ولدينا جرائع منظمة في المواد وهذا قوة الأمنية وهي لديها الأسلحة صقيلة وأيضا هذه المجموعات تأخذ الموظفين ورعاياها هناك أيضا التهديد بالقتل والعنف هذا أمر معقد جدا كل الصريب الأحمر 1996 لقد عمل مع وزارة في كولومبيا وعملوا قليلا من قليلا خط وهذا يتضمن لتنفيذ هناك منبر مؤسساتي وزاري في وزارة العمل بالنسب وضع أمور وضبط الأمور بشكل كل سنة ومناقشة التقرير لقد وضعوا تقريرا قبل النظام بطريقة تدريجية ومسلسلة لهذا السبب هذا التقرير هذا وضع ويجب نحن أن نعمل رد فعل على هذا التقرير بشكل سريع والصليب الأحمر هناك كثير من الإدارات المتنوعة والتجاهات متنوعة للحماية أيضا الناصح القانوني أيضا بالنسبة للدولة وقواتها والتدخلات التي تركز أولا على أيضا المستلحة المستلحة كيف يمكن تقليلها ورعاية العمل على الصحة مع الطبع الأطا وهم الآن يأتون يأخذون نصيحة موزاة الصحة ننتقل لأن نحن شيء جديد وأيضا وزارة الصحة وزرقين الصحة نحدد لدعمهم في بعض الأمور التي حدثت معهم وخاصة في الأمور الخطيرة هم أيضا لا يغفرون أيضا الصحة العالية وأيضا الصحة النفسية وثانيا لدينا الإدارة التدريب الأمل المنظفين نحن طبعا نعمل مع المنظمات غير حكومية والموظفين لكي يكون أقوى هذا الجانب ثالثا بعض المداخلات كما رأيناها بالنسبة البناء التحتية وأيضا وأيضا تدخل أيضا من المجتمع الذي يهدف إلى بعض الأمور الثاني زيادة هناك الهجومات على هذه المنشآت وهذا أبو الأمور الغلط هنا سياسيا أيضا هناك الكثير خارف في الصراع وقد تطورنا الكثير من الأمور في إطار الصحة برنامج الصحة وكان نتيجة ممتازة جدا وهم يتواصلون مؤمل لدي الوقت لأقول هذا وهنا أريد أن أقول أولا الصليب الأحمر ووسايتها تعمل كثير مع القوى الأمنية ومع الدولة الصحة الطبية الآن تضع في الأولويات وتعمل هناك بعض الحوارات وإذا كان هناك خروقات من الأمور الاعتيادية وهي تقوم بشكل فردي من قبل الذين يقومون الهجوم عليهم ويروجون لهذا الظرف ويجانب الصليب الأحمر الدعوة التدريب الرسمي وخاصة في البوليس الشرطة والصحة أيضا هي الوزاة التي تم دعوتها المشاركة في تلك التدريبات ومن الجانب الإنسانية للمراكز الصحية نحن نعمل ساعة ونصف من تقديم العروض من الجانب الصحة لقد تم الترويج لدينا هناك أيضا لحن عواقب على المجتمع هذا تدريب رسمي والمسأل الحماية لكل الأشخاص المعنيين والمعات المؤسرة وخاصة الشرطة أيضا ربما هذا ضمن نحن إطار جانب آخر كيف الوصول إلى الرعاية الصحة والمجروحين هي أيضا بين القوى الشرطة والقوى غير حكومية هناك النظام الصحي للمدنيين يجب حمايته وعدم أن يتم لحاقة الضرر به ونحن نعمل لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحة وخاصة للشطة لمعالجتها ومن الجيش ويجب نحن نأخذ رعاية الصحة بأولوية لكل أن يكون محمي ما نعمل قد نعمل في بعض المناطق وطليل الضغط على النظام وأيضا نظمنا على الصعيد الوطني وأيضا على الصعيد الوطني للتنصيق بين السلطات العسكرية والسلطات الصحية من أجل الاستعداد لخط الطوارئ خاصة للحوادث التي تتكرر وخاصة لذين يتم هناك دخلات وجلب الشرطة إلى المناطق غير الحكومية وهذا هون المنطقة وإذا شخص يتم شفاؤه أو يكون هناك قطة الطوارئ تعمها من وزارة الصحة ووزارة الدفاع تحسين لتفادي هذا الوضع وأعتقد أعتذر منكم أنا عرضي لقد ستشف الجانب الثاني هذه طبعا صورة سلبية لقد أرسلت لكم الصورة الخاطئة آمنا لدي وقد أريد أن أشارك معكم التوصيات كولومبيا هي في ظرف غريب جدا وهي في بعض بقع من غير الحكومية مجموعة غير الحكومية كولومبيا أرأي في سوماليا واليمن ومناطق غير أن المنطقي لهذه الدولة نحن بحاجة أن نركز على هذه المناطق التي فيها صراع عالي المستوى مثل هايتي كما يعمل تمامونغا وهي في طريقة منهجية أكثر في هذه المنطقة هذه توصيات هي مهمة جدا للتدخلات الفكرة مشاركة هذه الممارسة هي أمر ملهي لكم ثانيا ننظر إلى حالة كولومبيا ومسؤولية الدولة هي ليس الدولة فاشلة هم مسؤولين لأخذ هذه المبادرة ويجب دعم نحن الصحة هنا وتكون في المعاهدة وهناك لنقرار الأمم المتحدة يجب تنظيم هناك أمر طبيعي في البلد ونحن نرويج بشكل كبير وقوي السياق هذا العنف هي الصليب الأحمر وحقوق الإنسان يجب أن تنفذ الحقوق القانون القانون الإنساني يجب دعم الصحة لا يمكن نحن نحن فصل عن بعض ما البعض وهذا مهم جدا حيث كان الدولة تعطي أملا لأن ندعها وأن يتم تنصيق هذه الأعمال معهم لدينا هذا الواجب لأن نريد أن نختتم هنا هناك توصيتين الثالثة الجمال الذي عملنا هذه المبادرات مع IRCC ووزارة الصحة تلك المجموعات بدأت قبل عقبين والوقت لكي نبنى لأجب أن نبدأ الآن في البناء وحتى لأخذت سنوات حتى بدأت الدولة في المشاركة للآخرين أخيرا الأسلحة هناك أيضا هناك اللاعبين مسؤولين في صراعهم ليسوا الوحيدين ومن المهم أن ننخلط معهم وهي ليست الطريقة الوحيدة كما نحن مزويدين رحية صحية يجب أن نعتبر أيضا المسلحين وهناك بعض الأمور الغلط بالنسبة للمشاهرين المقاتلين نحن يجب أن نحمي الرعاية الإنسانية شكرا لقد كانت مهمة مهمة جدا هذا العرض المتحدث الأخير دكتور غسان من اليمن من وزارة من منظمة الصحة العالمية ما الذي تعمل وزارة الصحة العالمية لتخفيف الهجمات وإي توصيات لديكم هذه التدخلات الكلمة لكم شكرا جزيلا لكم مساء الخير جميعا سأعرض لكم خبرتي من اليمن حول خطة الطوارئ الشريحة التالية لو سمتون بعضنا يعلم أن اليمن تشهد حرب أهلية من 2015 وهناك ثلاثة لعبين في الدول المتعددة في الدولة وهناك كثير أيضا التفشي الأوبية والأمراض بالإضافة إلى تعرض لخدمات الصحية والصحة والعواقب وتدهور وأيضا الأمور التشغيلية للمنشآت وحاجات السكان نعم المزارة المنظمة الصحة المياه هي تم طب من الأعضاء دول الأعضاء القرار 56 مادة من 2012 لكن يكون هناك الهجمات على البيانات والمنشآت وخاصة حالات الطوارئ والوزارة الصحة الهجوم على الصحة الرعاية الصحية في لقد أخذت على هذه الدولة في 19 دولة طبعا لم يستخدم هي النظام مراقبة للهجمات الأنظمة الصحية لم يتم استعمالها الشريحة التالية سمحتم في اليمن الرجوم على الرعاية الصحية لديها عواقب وخيمة العديد منها كما ترون هنا استخدام الأسلحة الصقيلة وآثر على الرعاية الصحية وأيضا الوفيات والأضرار والجروح لقد أثر على جميع المجتمع وخاصة في الرعاية الصحة الأساسية لأعوام كثيرة وهنا بشكل مباشر إلى الممارسات والخطة التواري الإجراءات التي تم تنفيذها لتقليل الضرر والسكان والوصول السكان إلى رعاية الخدمات الصحية والخطة التواري التي تم تفعيلها منذ تصعيد العنف في الجانب الجنوبي من اليمن وهذه الخدمات تقديمها لخطوط الأمامية المستشفيات والثانية وخاصة بعض الهجمات والوصول إلى الرعاية الصحية الذين يحتاجون إليها الشريحة التالية لو سمحتم ما فعلت المنظمة الصحة بالتنصيق مع الأفراد اللي يعملون في الأمور الصحية لإنقاذ الأدوية والإمدادات والخدمات الصحية بالضاف إلى دعم العديد الأنظمة وأريد أن أقول هنا هذا فقط أمر وقائي ولكن هذا أمر لتخفيف لقد تم تفعيله عند مستشفيات في الخط الأمامي بالنسبة للتتعرض لأمنها للخطر الشريحة التالية لو سمحتم هناك نتائج هذه القطة طبعا الاستشفات الثالثة هي مستعدة وعلى المتأخبة أي نوع من الهجمات والخطر الأمني وتقديم الخدمات الصحية عفزها في الحديدة ومحافظة وخاصة للصراع المسلح ونتج عنه هذه القطة الطبية لقد وسعت وكانت ممارسة في اليمن الشريحة التالية التحديات في تنفيذ هذه الممارسة يتضمن لأجاء العاملين لهم جيدين وهنا هناك طبعا تقليص في التمويل وإذن إمكانيات إنقاذ ومواد والأدوات يمكن يكون صعب جدا أن نجدها في الأسواق المحلية وما أردت أن أعرض الآن الدروس التي تعلمناها من هذه الخبرة دائما يجب علينا أن نعد الخطة الصحة تعتمد على فهم الصفع وأهمية التنصيق مع الشركاء في الصحة مسبقا قبل أن نبدأ التخطيط نفسه الخطوة التالية هي نريد تحسين لتلتق أكثر للحماية رعاية وتحسين الجهود لتخفيف الهجمات ووضع هذه الممارسات والرعاية الصحية في منتصف هذا الصراع وشكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا دكتور وزاد من اليمن وشكرا جزيلا لمشاركة ممارساتكم وهذه الأمور المبدعة هي مهم جدا أن نرى هذا التعاون نريد أن نعمل أكثر وأن نعمل أكثر كنحن ممارسين في أمور الصحية والآن نريد أن نسمع منكم من الجمهور ما الذي يمكن أن نفعله أو يجب أن نفعله المشارك عندما نسأل من أجل كيف يمكن المداخلات المتعلقة الصحية كيف يمكن أنها خففت من الأذى للمدنيين وإن كان حصل ذلك فمن وكيف وما نوع وكيف يمكن أيضا للمجتمعات المدنية أن تساعد الفعالين في المجال الصحي في عند الكوارث لحماية هؤلاء المدنيين سنأخذ منكم دقائق وأجمع منكم ما تقولونه وبعد ذلك نعود لأعضاء اللجنة كتذكير إن كان عندكم أسئلة للمتهدثين فرجاء أن تضعوها في علبة الدادشة سننظر إليها وسنشارك بعد بعد دقائق حتى تجيبوا على السؤال وبعد ذلك نعود إليكم شكرا كثيرا عندما نحاول الآن جمع أجاباتكم أود أدعو الآن أعضاء اللجنة مرة أخرى حتى نتناقش بعض الإجابات التي رأينا الآن أنا سعيدة بأن أرحب أخرى مكيش وشهو دكتور حسان والدكتور أوسان وجيمز السؤال الأول الذي كان السؤال أول الذي هو لجنوب السوداء بأي طرق يمكن أن نعزز المداخلات الصحية في سياق الكوارث ما أفضل طريقة كمجموعة للحماية في أوقات العنف حال أن تستغرقوا فقط دقيقتين لكل جواب وبذلك نسمع من كل واحد منكم ونعطيه الفرصة للكلام تفضل دكتور موكيش ممكن أكلم المجتمع 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 هو المركز وبالنسبة جنوب السودان التي سأتي من المجتمعات حيث أنه من المهم للغاية أن نكون على جهة بالتحديات بالإضافة إلى الحقيود التي أمامنا هذا سيساعدنا في تحيئة المجتمعات لقبول ما هي الحدود التي لدينا ثانيا مزودي الرعاية الصحية غالبيتهم سيكونوا من هذا المجتمع بحد ذاته إذن مزودي الرعاية الصحية هم جزء منها وكذلك جزء من المجتمع إذن هم حلقة الرابط ما بيننا وهذا سيساعدنا في جلب المجتمع ويرفع ثقتهم برعاية الصحية بالإضافة إلى أن يمكن أن يعطينا الإنذار المبكر في حالة المشاكل دائما مهما كان سيحصلون على تلك الإشارات المبكرة وعندما نسأل هذه علامات الإنذار المبكر ونستجيب إليها بشكل مبكر هذا مهم للغاية في الحماية والرعاية الصحية سأتوقف هنا وشكرا تعالوا أضيف لما قال الدكتور مكيش الآن أقول رفع الوعي هو فعال للغاية وأظن بأننا يجب أن نستمر بيرفع الوعي وبناء السلام يجب أن تكون أحد العناصر التي نضعها في كل برامجنا لأننا نفهم كيف أن جنوب السودان وضعه حساسا للغاية وحش بسبب تاريخ الحروب فيه وكذلك هناك الكثير من المعتقدات الثقافية وهي وهي منفصلة تماماً على النظام القانوني وهذا الشيء يجب دائماً أن نرفع الوعي بشأنه وأن نبدأ مشاركين بهذا الموضوع وكل إشاعة نسمعها يجب أن نأخذها ونحملها محمل الجد ونفصلها حتى نفهم تماماً وبذلك قد ننع بعض حالات الهجمات هذه أيضاً الملكية المجتمع عليه أن يمتلك هذه الخدمات أي يتحمل هو مسؤوليتها دعوه دعو المجتمع يرى بأن المجتمعات التي نوفرها هي له نحن لسنا هناك حتى نزود وإنما نحن هناك للدعم وليس للتزويد شكراً أريد أن أضيف ما قاله شي هو ما كيش أظن أنه المهم في جنوب السودان بالنسبة للسياق بأن يكون هناك مشاركة مع الشباب لأن الشباب هم الغالبية وهم الذين يمكن أن يؤثروا على السياسين والنقاش معهم لذلك العمل مع شركاء السلام والشباب يمكننا أن تكون عندنا حركة تكون فعالة وقيمة وكذلك يجب أن نركز على النساء لأن النساء هم الغالبية من المدنيين وخاصة في جنوب السودان حتى يموت الكثير ما تحثي من الرجال في الحرب وتكون النساء قادرة على أعطاء النصائح أيضاً يجب أن نخرطهم أيضاً عند التخطيط في مرحلة التخطيط يجب أن نخرط المجتمع وأن يكون عندهم مصلحة وبذلك لا يمكن أن نعيش بدون هذه الخدمات وهذه المنشآت شكراً شكراً كثيراً لذلك سميرة ودكتور أوسان من اليمن بالنسبة لسياقكم ما الذي نتاجه من أجل الفاعلين في الحماية وأصحح تعملوا سوية بشكل أكثر فعالية سميرة هل يدينا أجيبي بالأول نعم إن الموضوع في سوريا معقد للغاية يوجد لدينا سياقات المختلفة حسب المنطقة في البلد ولكن بشكل أساسي أظن بأنه علينا أن نستثمير أكثر في النهج المدمج من ناحية الحماية والصحة وبشكل محدد أن نستثمير بشكل أكبر في الحماية الصحية خدمات الحماية الصحية النقالة وذلك بسبب أن الرعاية الصحية محدودة وظيفة وظيفة لذلك نحتاج أن نستخدم النقال أكثر إضافة إلى ذلك علينا يوجد للمراكز الرعاية الصحية الأولية وهي مناطق آمنة ويمكن أن نزود من خلالها الخدمات للصحة النسائية ويمكن أن نعزز هذه أيضا إذن علينا أن يكون عندنا المذيب منها لأنها تساعد ناحية النفس والاجتماعي وصحة النسائية والإنجابية ورفع الوعي الصحي أيضا لأن هذه أمور مهمة للغاية وهذا يأخذني إلى النقاط التالية وهي العمل مع مجموعة الحماية إن عملنا معهم سنعمل بشكل أفضل أكثر مثلا حتى نيسر قدرة الوصول إلى بعض النازحين حتى نبك من مفاوضات من ناحية قدرة الوصول مثلا توجد بعض المخيمات التي لا يمكن أن تخل إليها ويوجد منها مثلا لا يوجد لديها موثائق مدنية وبذلك لا يمكنهم الوصول لتلك المنشآت أما هنا فإن المعاملين في مجال يمكن أن يعملون أكثر مع هؤلاء الموظفين حتى يتمكنون هؤلاء النازحين من الحصول على وثائق المدنية وبذلك يمكن أن نفاوض معهم أكثر للوصول مثلا للمساء النقل حتى يصلون إلى هذه الخدمات إضافة إلى ذلك تم ذكر المفاوضات والمئنسانية وأظم أنها مهمة للغاية إن هذه المفاوضات يجب أن تكون موجودة ويجب أن نزيد إن كانت متواجدة حماية البرامج المدنية أيضا مهمة مثلا هناك الكثير من المنظمات تقوم بمثل هذه الأعمال لذلك يجب أن نقوم نحاول أن ندعمها ضمن هذا السياق شكرا كثيرا ساميرا والآن الدكتور أوسان هل عندك أي شيء تضيفه نعم أشكرك دعيني آخذ نقطة على المستوى الاستراتيجي أظن إن كان الحماية والصحة يمكنه أن يبدو بالعمل باستجابات مشتركة للوصول للأعمال الإنسانية وخاصة في تلك الدول التي فيها أمور طارئة كما يمكن أن يكون تخطينا مدمجا متعدد القطاعات في تراتيجيتها ومن ضمن ذلك أن نطور تراتيجية مشتركة ومؤشرات خاصة بها أيضا مشاركة المعلومات خلال حماية التحليل الوضع الصحي والتحديث هذه بعض المناطق يمكن من خلالها أنه عزيز ما يحصل ونعزز التعاون مع القطاعين شيء آخر هو سيكون جيدا إن كان كل القطاعين تطوروا مقترحات مدمجة للمجتمعات هذا هذا حصل في اليمن قريبا حيث كل مجموعة الحماية وأصحا قد أعطوا مقترحا نحيذا من ناحية الألغام تخفيف الأخطار من الألغام هذه بعض الأفكار التي إن بدأنا بها وبدأنا بتطبيقها على المستوى السناتيجي ستكون مهمة للغاية وبذلك أي عمل يعمل في هذه المجالين إن تعاونا سيكون ذلك مفيدا للغاية شكرا دكتور خزيد لدينا السؤال هنا من صندوق الدرشة لك ما هي أكبر تحديات في الانقراط اللاعبين غير الحكوميين والمجموعات وما هي المناقشات المفيدة التي يطبق القانون للدولي الإنساني دكتور خسين الصوت غير مسموع آسف لهذا الانقراط مع المجموعات غير الحكومية مثل أي الأطراف المعنية نحن ننخرج مع الوزراء الصحة الخارجية مع السلطة الإدارية المحلية بعض معقولين بعضهم غير معقولين وأيضا مع المجموعات المسلحة ولدينا مجموعات مختلفة وهي مجموعات مسلحة منظمة كبيرة وأيضا هناك أيضا المجموعات الإجرامية أيضا نحن نائما نضمن القانون الإنساني وأيضا الحوارات القانونية في هذه السياقات وهذا الأمر المهم جدا وصحيح أن نفعله بما إذا نروج ضد الوصول إلى هذه الرعاية بسبب هناك بعض الخروقات لهذا أمر غير إنساني وخاصة المعاناة الإنسانية وهذا غير قانوني يمكن نقل هذه للمجموعات ومن نسبة لصليب الأحمر هم المهم جدا بعض الأحيان ليس لديهم فائدة مسلحة لما يقومونه وهي طبعا حالة بحالة ويجب أن نحن نفعل دائما أن تنجح كل هذه الحالات وهناك مجموعات صعبة أكثر من غيرها وخاصة في هذا السياق على الأرض على الميدان وهنا لازلنا المجموعات التي موجودة هنا في فدر طويلة ولقد هناك السلوك بدأنا وضع الحوار وبعد ذلك مناقشات في كولومبيا نحن نطبق هذه الحوارات وهناك القوة الأمنية ومجموعات غير الحكومية وهي معقدة جدا وهي خارج طار هذا الحوار هناك نضع نحن الحوار القانوني والإنساني كان نحن منصقين إنسانيين في كولومبيا لدينا هناك مثل وحدة حماية ويجب هذه الحوارات لحماية الرعاية الصحية ونصر للتنسيق المجموعة الصحية والمجموعة الحماية خبرة الصليب الأحمر عملت عشرين عملت عشرين سنة خاصة في العمال الطبية في هذا الظروف وصليب الأحمر هناك حماية كبيرة يقدمها خاصة إذا كنت في الميدان تشعر أنت في مؤسسة هي تنظم وتغطي أمور الأطفال هناك مروج لحقوق الإنسان لتأخذ هذه المهارات وخاصة هروقات الإنسانية وهذه مناهج مختلفة عمل مع الصليب الأحمر أطى خدمات الصحية في الحماية وهذا يأخذ سؤال أسئلة الأولويات أنا هنا فقط للأمور الصحية وهو صعب أن أستخدم المعرفة الطبية والصحية لتقديم الحماية وهناك المنحيين مختلفين تماما هناك الناشطين الصحيين وأيضا الفنيين هن هن الجنبهتين ولكن ليس مختلفين نقدم الحماية لنضع هذه الخدمات والرعاية في المركز وشكرا لكم ليتابع على هذا السؤال هدينا سؤال آخر هنا على المناقشات المفاوضات نريد دعم لحماية للنشطاء متواضعا أن نضع المهارات الصحية والمعرفة ما هو السؤال آسف مرة ثانية تريديني أن أن أرد على هذا بشكل رسالة مباشر للشخص الذي سأل السؤال حول المفاوضات وزميلي يسأل إذا أنت تفاود في السكان للوصول إلى الرعاية الصحية أو هناك مفاوضات للعبين المسلحين ليحترموا الصحة الصحة هذا مهم جدا لأن لدينا نقشنا هذا في صليب الأحمى عندما تنظر إلى هذا المنهجين في هذا القطاعين لدينا بعضهم هناك خروقات والعديد منهم خصم هناك بعض الأمور المشاكل في الصحة العامة وبالنسبة لأمور القانونية تركز على الخروقات ومناقشة مع المجموعات المسلحة حول بعض المواد وحماية المدنيين من السكان في صليب الأحمر هو يعتني للوصول إلى الرعاة الصحية والسكان الذين يتأثر بالنزاع بغض النظر عن أي مؤسسة هم يخرقون هذه الانتهازات أو انتهاكات هذه المفهوم أي خرق لرعاية الصحية تجعل السكان في المناطق المتنازع عليها نجيب أن نعمل عليها وهو أمر جدي نعمل على الذين يدعون عوائق للصحة الرعاية الصحية وامتادها للمجتمع والذين تم أيضا تهاجم من قبل المجموعات المساحة والصليب الأحمر يساعد في تأكد الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان في المناطق المتنازع عليها أو فيها نزاع وخاصة لن نأخذ الرعاية بكل الدولة وكل الأماكن نحن نفعل ما بوزعنا لوصول وهي طبعا أداة قوية الأعمال التي قمناها وخاصة لقادة المجتمعات وهناك رسائج إنسانية كثيرة تصل إلينا منهم شكرا جزيلا على هذا العرض والإجابة لقد شارفنا على الانتهاء أريد أن أشكركم بمشاركتكم معنا وانضمام إلينا هذه الجلسة المهمة جدا وأشكر المتحدثين على أغناء هذه المحادثات اليوم اليوم هذه الهجمات الحالية على الرعاية الصحية في غازا ويوكرانيا هذا يسلد كيف الرعاية الصحية تحت الهجوم هم يقدمون حياتهم لتقديم الحياة وطبعا هذا يدفع أغلى الثمن هناك بعض الذين قتلوا وتم جرحوا ولا يوصلون إلى الحماية والرعاية الصحية لقد تعلقت إذا لتعلقت هذه الصحة السكان لن يصل إليهم ولن يثقوا أو وصول المستشفى بشكل آمن أو اعطاهم بشكل آمن أو جلب أولادهم بشكل آمن هذا أمر طارئ ومهم جدا عالميا هذه الهجمات ضد الرعاية الصحية هي نحن لم نسمع فيها ولا تضع فيها عنوين كبيرة وأخيرا 35 تم اختطافهم في كاميرون وفي دير سي أكثر 20 مستشفى لقند هدمت مياً ما الكثير من الهجمات المباشرة في أوكرانيا وتم تقريرها فبراير 2022 من هم المسؤولين على هذا هذه مسؤولية الحكومات لتغفير الوصول الصحة بشكل آمن وسليم وحماية الرعاية الصحية طبعا المجموعة غير الحكومية لتقديم الوصول آمن للسكان وكل الذين ينشكرتون في هذا النزاع يجب التقديم الحماية والوصول للصحة الرعاية الصحية بشكل آمن وكل العالم لديهم الوصول للصحة الحكومات هي مسؤولة لجلب الرعاية الصحية بشكل آمن لكل الجوانب لكل السكان وأيضا الوصول للناس المستضعفة أكثر من سبعين سنة المجلس الأمني في الأمم المتحدة لقد عطلق 22 لرعاية الحماية للسكان ولقد الدولة يجب أن تقدم هذا أن تنفس هذا القانون وتعمل عليه لقد حان الوقت لهم لكي يلتزموا بهذه الاتزامات حتى في أوقات النزاع وهي تطوم بقانون الاحتراب من القانون الإنساني الموظفين الصحة العربات الصحية يجب حمايتها ما هو نحن لعبين في القانون الإنساني كل الحكومات تصرح وأيضا المسلحين هم يجب أن ينفذوا ويتقيدوا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة في الظروف المجتمعات عملات دورا مهما لحماية الرعاية الصحية كان أيضا الصحة هناك فجوات للعبين في الأمور الصحية وقفوا أيضا المنظمات الصحية خاصة التي تم وضع النظام للاستجابة لهذه الهجمعات دكتور دكتور غسان كما قال وبيّن لنا الصحة مجموعة الرعاية للإستجابة واللعبين في الأمور الإنسانية لقد عكست في مجموعة الرعاية هنا في السودان الحماية للصحة في الخروقات نجلب هنا المجتمع المدني لتوفيق التحليل والترويج لها المنظمات الإنسانية الرعاية من الصليب الأحماية يناقشون يوميا مع الأطراف غير الحكومية في أمور الصحية ولكن هذا ليس ينجح دائما هذا التعاون يمكن معالجته لا يمكن معالجته بمطرف واحد يجب التعاون بين الصحة والموظفين أيضا في الإعلان لتوفير الحماية في المجموعة ومثال هذا المبادرة يمكن استخدامها في هذا التعاون اليوم لدينا أمثلة من جنوب السودان اليمن وكولومبيا على الاختلاف هو أيضا صلت الضوء على التحديات والذي يجب عمله لعرضه وحله هذه النسبة لأطراف الإنسانية من أن تفهم هذا وحماية هذا الإنسانية لأنك وعي وفهم التعاون بين الصحة والرعاية والمسؤولين لتقليل العنف وتأثيره وإنهاء وإنهاء العنف وأيضا لنزعه بشكل كامل الصحة هو مهم جدا يحتاج إلى عمل من كل المحلي والدولي وكل قطاعات أمل هذه الجلسة أعطت نعمل سوية لحماية المدنيين شكرا جزيلا لوقتكم وتطلع إلى الاستمرار في المناقشات هذه الأمور والرعاية الصحية وشكرا جزيلا لاندمامكم إلي